موسيقى اقر مجلس النواب خلال جلسة مسائية عقدها اليوم قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 وكان المجلس اقر مادة في القانون تحضر استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي كما تحضر استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة اي حزب كما وفق المجلس على السماح للأحزاب بقبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون هذه التبرعات والهبات معروفة ومعلنة دون تحديد صقف لها وفي ذات السياق اقر المجلس مادة تمنع تفتيش مقر اي حزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب باستثناء حالات الجرم المشهود فيما تم اعفاء مقر الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على امواله غير المنقولة هنا يعني اللجنة الكريمة ما هاردت شباب المتعلمين حدينا 36 حزب الان جميعها تتلقى دعما ماليا بقداره 50 الف دينار وهي مؤلفة من 500 عضو بالحد الأدنى من سبعة محافظات بنسبة عشر من مين اعتقد ان اي تغيير على هذا الوضع القائم زيادة او نقصان سوف يعرض عدد غير كليل من هذه الاحزاب وكان المجلس اقر خلال جلسة صباحية مادة في قانون الاحزاب السياسية تنص على انشاء لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مهمتها النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها ووافق المجلس على ان تكون اللجنة برئاسة امين عام وزارة الشؤون السياسية واضوية الامناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة اضافة الى ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الانسان كما اقر المجلس مادة اخرى في القانون تلزم اي حزب سياسي بتضمين نظامه الاساسي اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي له والمبادئ التي يقوم عليها والاهداف التي يسعى اليها وشروط العضوية فيه واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وفي ذات السياق اقرت مادة في القانون تمنح مقدمي طلب تأسيس الحزب مهلة سنة واحدة لاستكمال تأسيسه وفي حال فشالهم في ذلك لا يحق لهم التقدم بطلب جديد لتأسيس حزب سياسي الا بعد مرور ثلاثة اشهر الى ذلك قدم رئيس مجلس النواب باسمه وباسم عضاء المجلس الشكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لحرصهما على متابعة قضية الطلبة الاردنيين الاربعة الذين تعرضوا لاعتداء في اوكرانيا قبل ايام اشتركوا في القناة